شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بدورته الرابع عشر المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة وأكد الوزير الشرجبي على أهمية العمل العربي المشترك وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الدول العربية لتحقيق أهداف الأمن الماء العربي مشيرا إلى الوضع الماء الحارج الذي تعيشه اليمن داعيا إلى خلق أطور فنية بين الدول العربية والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار والتحليه باستخدام الطاقة المتجددة للتكيف مع المتغيرات المناخية والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال